بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شيخ خالد الجراح مع نائب وزير الداخلية السعودي ناصر الداود مواضيع ذات اهتمام مشترك ونقل بيان لوزارة الداخلية عن الجراح تأكيده خلال لقائه بمكتبه الداود والوفد المرافق له عمق العلاقات التي تربط البلدين وقد أوضح الجراح أن مثل هذه اللقاءات الأخوية تأتي في إطار تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الكويت والسعودية من جانبه أكد نائب وزير الداخلية السعودي رسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين لافتا إلى أن اللقاء تطرق إلى سبول تفعيل التنسيق والتعاون المشارك بين الأجهزة الأمنية